موسيقى 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 مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور أشرف أهلا بيك أهلا بيك بيتر وأهلا بكل الإخوة المشاهدين أهلا بيك النهاردة حلقة خاصة عن أهم شخص في التاريخ أعظم شخص عرفوا التاريخ بشهادة كل المؤرخين وكل من اقترب منه وكل من عرف عنه وكل من قرأ عنه وكل من تعامل مع كلماته هو رب يسوع المسيح لكن النهاردة قبل ما ندخل في الموضوع وقبل ما نتكلم عنه وقبل ما نتشوف كيف دخل إلى العالم وكيف دخل في طبيعتنا وكيف عاشه وكيف أسئلة كثيرة جدا حول هذا الشخص الفريد المتفرد من نوعه الأسيس أشرف عزمي حضرك عندك كلمة كنت حابب تبدأ بيها قبل ما نبتدي حلقتنا طبعا عندي كلمة بالأخص الأسبوع اللي فات أثيرة قضايا كثيرة وأنا حابب أوجه كلمة للإخوة المسيحيين أو غير المسيحيين كمان وأقول إننا لا ينبغي إننا نغضب من كلام الشيخ سالم عبد الجليل ووصفه للمسيحيين بالكفار وبأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة فالرب يسوع نفسه له كل المجد قال إنه سيقال علينا كل كلمة شريدة فده شيء متوقع حتى رب يسوع نفسه وصف بأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين كما ينبغي علينا أيضا أن لا نستغرب مثل هذه التصريحات فالرجل قال ما يعلمه له دينه هو آل البيومنبي كما ينبغي أيضا أن لا نطلب محاكمة بتهمة إزراء الدين فقانون إزراء الأديان قانون عقيم وضد حقوق الإنسان ولا ينبغي أن يكون موجود من أصله وكلنا يعلم جيدا أن هذا القانون مصمم خصيصا لحماية الدين الإسلامي كلام الشيخ سالم عبدالجليل يبرهن على عدم معرفته بطبيعة وشخص يسوع المسيح جوهر لإيمان المسيحي وأنا هنا لا أدافع عن العقيدة ولا أدافع عن المسيح فنحن نحتاج أن يدافع عن المسيح لا أن ندافع عنه لكن غرض هذه الحلقة ليست تعليق على كلام الشيخ سالم ولا حتى الرد على اتهامي لنا بالكفر فالرجل مسكين لأنه لم يعرف المسيح المخلص الذي هو في تفرده وسموه لا يقارن بأحد من البشر لكن نريد في هذه الحلقة أن نقدم فكرة بسيطة للشيخ سالم ولكل الإخوة المسلمين عن من هو يسوع المسيح يسوع المسيح الذي يخفر ويغير القلب ويعطي حياة جديدة يسوع المسيح المحب الرحيم يسوع المسيح الذي لم يأتي مثله لا في تعليمه ولا في معجزاته وعش كده سمينا الحلقة المسيح الذي لا يعرفه الشيخ سالم عبدالجليل حابب بس يعني أسيس أشرف معرفش تفق معي أو لا يعني إحنا مش معنا أن النهاردة عاملين الحلقة حوالين كل ما يختص بالمسيح طبعا مش بشكل مفصل لكن هيكون بشكل يعني هنعدي على كل مرحلة من مرحله كده بداية من دخوله عالمنا إلى صعوده إلى السماوات لكن إحنا بنحب كل الناس يعني رسالتنا مش طب تعالوا بقى شوفوا يعني الكلام بصراحة المسيح بتاعنا شكله إيه فأنت تستنتج أن أنا بهين أو بجرح لأ إحنا ما فيش أي أهانة أو تجريح إحنا بنحب كل الناس ولكن حابين نعرفك إحنا طول عمرنا أسيس أشرف بنسمع في بلدنا الإسلامية عن الدين الإسلامي في المكروفونات في الشوارع في القنوات التلفزيونية إجباري في المدارس في الكتب في الوعظات في صلاة الجمعة سواء لو فاتح التلفزيون أو لو مش فاتح التلفزيون بسمعها من الشارع فأنا أعرف كتير لأن أنا عشت وسلمين وأعرف كل حاجة عنهم لكن هو ما يعرفش هو ما يعرفش مين مسيحي لأنه ما شافش ده في الكتب مثلا الدراسية بتاعته ما أرهوش ما كانش بيفتحهم الجمعة يلاقي وعظة مسيحية بعد الوعظة الإسلامية عن طبيعة المسيح عن دخوله إلى عالمنا أو طبيعة صفاته أو إلى آخره فإحنا النهاردة بنتكلم عن أهم وأعظم شخص في التاريخ طبعا يعني المسيح يعتبر فعلا ما فيش مثله ولم يوجد مثله ولن يوجد مثله فعش كده هو يعني فريد ويسمو عن كل إنسان عاش ويعيش على هذه الأرض شوف الديانات والفلسفات العالمية بتبنى عليه كل المعتقدات الغير مسيحية بتبنى عليه بتبنى على تعليم مؤسسيها يعني يعني لو خدت البوزية تعليم مؤسسها بيبقى هو ده الأساس الدين لو خدت حتى أي فلسفة حتى الشيوعية أو غيره بتبنى على تعليم ماركوس الفلسفة الوجودية بتبنى على تعليم المؤسسينها الدين الإسلامي بيبنى على تعليم مؤسسه المسيح بني على كلامه بالضبط لما تيجيب المسيحية الإيمان المسيحي مختلف عن الفلسفات والديانات الأخرى الإيمان المسيحي مش بس بيؤسس على تعليم المسيح لكن بيؤسس على حقيقة وطبيعة شخص المسيح وعمله يعني مش بس التعليم التعليم جزء لكن الأهم من التعليم هو طبيعة الرب يسوع كشخص واللي عمله الرب يسوع من أجل الإنسانية ومن أجل البشرية يعني وهنيجي للجزء ده أشرحه أكتر يعني مش بس أنه أنا بأخذ الموعاز على الجبل مثلا كتعليم للرب يسوع وبقول الموعاز على الجبل هذه هي المسيحية هي جزء من المسيحية لكن الموعاز على الجبل في عظمتها وفي سموها نبعى من شخص عظيم في طبيعته وفي سموه نبعى أيضا من شخص عظيم في عمله اللي صانعه من أجلنا على عود الصليب بموته وقيماته فالمسيحية مؤسسة على الشخص المسيح على مين هو المسيح على طبيعة شخص المسيح على صفات المسيح على يعني موته على قيمته ده كلها الإيمان المسيح عش كده ده بيفرق فرق كبير جدا فعظم التعليم المسيح تنبع من حقيقة من هو يسوع وماذا صانعه ده أهم شيء عن جميع ما قالوا يسوع وعلمه عن طبيعة شخصه عش كده بيبدأ إنجيل يحنى يقول لنا أول عبارة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان تفرد الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية مؤسس على تفرد وسموه يسوع المسيح فده البقى السؤال في أي شيء يسوع المسيح متفرد وفي أي شيء يسوع المسيح يسمو عن البشر ده الجزء المهم اللي احنا حابين نتكلم عنه النهار ده أوكي بس في جاهد يعني أنا طبعا أنا أصلا أنا مسيحي وحضرك مسيحي فلازم نشوف روعة مسيحنا النموذج الأعظم لنا اللي الديانة إن مشناها كلمة الديانة يعني مبنية على مسيحيين دعية مسيحيين لأنهم الرسل في البدء كل ده كلام جميل جدا ومن منظور المسيحية بنشوف المسيح الرائع اللي اللي فيه كل الصفات اللي كميلة لكن اللي احنا عايزين النهاردة بصدد إن احنا نعرف ليهم مين مسيحنا اللي احنا ماشيين وراه وبنتبعه هم بيشوفوا المسيح وبيعرفوا المسيح من المصدر اللي بيصقوا فيه من المصدر الأول ليهم من المصدر الوحيد اللي عندهم رقم واحد فوق كل البشر اللي هو دنهم أو مرجعهم أو كتابهم فبيشوف المسيح مين من خلاله بيتقدم له المسيح من خلاله فبيشوفوا حاجة تانية أوكي دي معضلة دي مشكلة حتى 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 لو فردت لو فردت إنه المصدر الوحيد يعني بالنسباله يعني زي ما حضرتك بتقبل تشوف المسيح من الإنجيل كوي أنا ما شوفش المسيح غير من الإنجيل ماشي بس في نفس الوقت حتى لو فردت إنه المصدر الوحيد اللي عنده كويس اللي عنده فيه يسوع يسمو على مؤسس ديانته لم يخطئ كلمة الله وروح منه فيه أشياء كتير أنا مش هدخل عنها لأن ده مش هتكلم عنه من المنطلق ده لأنه ده مش موضوعي أنا لكن عايز أقول حتى لو أنت بأمانة وصادق مع نفسك كشخص غير مسيحي مثلا وحبيت إن أنت ترى المسيح كما صوره لك الكرآن وترى المسيح محمد كما قدمه لك الكرآن وعمل حط ده في جدول وحط ده في جدول وشوف مين كويس الكفة بتاعته أتقل من حيث القداسة من حيث الطبيعة من حيث المعجزات من حيث البر من حيث الحكمة من حيث الخير من حيث الصلاح كويس اعمل المقارنة دي وأنا يعني أنا واثق أنه بمجرد المقارنة دي هتطرح عندك أسئلة هتطرح عندك أسئلة أنه أيهما أيهما أعظم أيهما أعظم لكن أنا هتكلم من منطلق آخر وهو منطلق إيمان المسيحي أو الإيماني اللي مبني على كلمة كلمة ربنا المسيح بينفرد ويسمو عن أي إنسان عاش على هذه الأرض في أمور كثيرة جدا بس عشان الحلقة بتاعتنا مدتها ساعة أنا عارف فأنا أحاول يعني بعض أهمها في مدرسة الحياة الكتابية إحنا عندنا 34 حلقة عن لهوت المسيح يعني يعني في مدرسة الحياة الكتابية عملت 34 حلقة كاملين بكل الأسئلة عن شخص يسوع المسيح وأنا أشجع طبعا المشاهدين يرجع إلى واللينك بتاعها موجود مدرسة الحياة الكتابية مدرسة الحياة هو لو كتب على جوجل بس مدرسة الحياة الكتابية هتجيب له واليوتيوب واليوتيوب كمان موجود عليها على كل الحلقات موجودة على اليوتيوب طب نذكر أهمهم لكن هذكر الأهمهم أنا عملت هنا لستة بكذا حاجة أول حاجة النبوات المتعلقة بمجيئه النبوات المتعلقة بمجيئه يعني إيه النبوات المتعلقة بمجيئه إنه مفيش حد عاش على هذه الأرض قيلت عنه نبوات وتحققت فيه كما قيلت عن يسوع وتحققت فيه يعني إحنا لو خدنا العهد الأديم اللي هو 39 سفر من تكوين إلى ملاخي عندنا نبوات عن الرب يسوع تعدد 300 نبوة يعني موجودة في العهد الأديم نبوات مباشرة نصوص مباشرة وأيضا أمور يعني إشارات كويس عن الرب يسوع بنجد بنجد هيجي منين هيتولد فين بنجد نبوات عن دخوله إلى العالم عن رسالته عن حياته عن خدمته عن موته عن صلبه عن قيامته بنجد نبوات بالتفاصيل بالتفاصيل الدقيقة جدا عن كل حاجة عن يسوع المسيح مفيش واحد عاش على هذه الأرض قيلت عنه نبوات وتحققت كما قيلت عن يسوع المسيح وتحققت يعني يعني طبعا مش هتكلم في الموضوع ده لكن الأخوة المسلمين ما عنده همش نبوات فهو بيحاول أنه يتلكك وخليل هقول في اللابس أنه يحاول أنه تويست النص يلوي النص الكتابي كويس ويقول لك أهو يعني حتى ما هو مش بيؤمن بالعهد القديم بس هو مستعد أن يؤمن بالعهد القديم لو وجد فيه حاجة يعني فاهم الفكرة يعني هو دايما ينتقد سفر نشيد الأنشهاد وبعدين في مرة طلعت في دماغه كده قال لك أنه حلقه حلاوة وكله مشتهيات فكلمة مشتهيات في النط مخممين هو اعتبرها محمد كويس يعني حولها إلى محمد لك أهو طبعا أنت أساسا مش بتقبل سفر نشيد الأنشهاد من أساسه يعني وطبعا النص بعيد كل البعد الفكرة أنه ما عندهوش أي نبوة عن أنه شخصها هيأتي وعن عمله وعن حياة الرب يسوع محور العهد الأديم واتكلم عنه بالتفاصيل محور العهد الأديم هو شخص الرب يسوع دي حاجة حاجة تانية طبيعته كلمة الله المتجسد كلمة الله التي ألقاها إلى مريم يعني أي كلمة الله يعني عقل الله يعني فكرة الله اللوجوس يعني مصدره الله من عند الله طبيعة الله وعيش عشان كده لقب أيضا بابن الله فدي حاجة تانية بينفرد بها المسيح صفاته متكلم عن صفاته وإحنا متكلم عن صفات في صفات في الرب يسوع كثيرة جدا ليمكن لإنسان أنه يعني أوقات يقولك إيه نعمل مفارقات أو مقارنة ما بين المسيح وما بين حدي تاني أنا أنا ما بعملش كده لأنه صعب أنك تحط المسيح في كفة وتحط حدي تاني في كفة بكلم جد يعني يعني خد حتى صفة المحبة حط المسيح في كفة وحط الآخر في كفة مش تلاقيه خد القداسة حط المسيح في كفة وحط حياة الآخر يعني إحنا لكننا مثلا يعني يعني مفيش وجه مقارنة بين الاتنين فالمسيح في صفاتي أيضا هنتكلم عن الصفات دي الطريقة التي دخل بها إلى العالم الميلاد العذراوي الحاجة قدسته وخلوه من أي خطية مين من البشر لم يصنع خطية مين مننا ومن البشر حتى إن كان العظماء أو الأنبياء لم يطلب من الله أن يخفر له خطاياه المسيح مختلف مسيح مختلف كلم عن معجزاته معجزات الرب يسوع كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس واتكلم عن معجزات الرب يسوع الكثيرة جدا كلم عن تعليمه تبقى خلص الجزء ده الليستة دي تعليمه صلبه وموته وآخر حاجة قيمته وصعوده يبقى عندين نقطة 2 3 4 5 6 7 8 عايزين نتكلم عنه أو 9 نقطة عايزين نتكلم عنهم في تفرد المسيح النحد أوكي قبل ما نبدأ فيهم وقبل ما ناخد نقطة نقطة معنا أبو مهند أهلا بك أبو مهند أهلا بك أهلا بك محبتي لكم أيها الدكتور العزيز تحياتنا لك يا أبو مهند تفضل كلمتي تقول رجل فريد تمعتها قائلة يجالس على العرض والخروب البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين أهلا عند حضرتك سؤال محدد لا كلمة بسيطة ان الرب يسوع المسيح يختلف كل الاتلاف عن كل بني البشر السائرين على هذه الماضيا وحاضرا ومستقبل هو الله وإنسان والله الكامل كما أنه الإنسان الكامل كانت حياته على الأرض تعكس لهوته ونسوته الكاملين هنكمل الجزء الخط قطع فإحنا عندنا نقطة نقطة 2 3,4,5,6,7,8,9 نقطة نحن نقدم فيهم ونقدم المسيح اللي احنا مش مقلفينه الحاجات دي مش مقلفينها الحاجات دي موجودة في الأنجيل عن يسوع المسيح اللي هو شهود العيان اللي كلمونا عن يسوع المسيح وعش كده أنا بقبل شهدتهم عن شهدت حد جي بعد 600 سنة لم يراه ولم يشاهده ولم يكن شاهد عيان له أكلم عن النبوات يعني بإجاز قلت أنه مئات النبوات ذكرت عن الرب يسوع من أول سفر التكوين من تكوين 3-15 ناس للمرأة يصحق رأس الحي وبعدين هيأتي من سام وبعدين هيأتي من إبراهيم وبعدين هيأتي من صبت يهوزة وبعدين نبوات متعلقة بصلبه بأنه سقبوا يديه ورجليه على ثيابي ألقوا قرعة النبوات متعلقة هو هل عزراء تحبل وتلد مكان ميلاده في بيت لحم يهوزة أفراطه عن حياته عن رسالته عن معجزاته أنه كل هذه النبوات ذكرت عن الرب يسوع لا يوجد إنسان مهما كان على هذه الأرض قيلت فيه نبوات كما قيلت في الرب يسوع مهما كان يعني يعني حتى خد موسى يعني كأعظم شخصية في العهد الأديم خد إليا كأعظم شخصية في العهد الأديم يعني خد أي شخص آخر ما فيش شخص قيلت فيه نبوات كما قيلت في الرب يسوع شملت هذه النبوات طبيعته المسيانية ميلاده الصبت الذي ينتمي له بالجسد صفاته إرساليته صلبه وموته وقيمته وصعوده وحتى مجيءه الثاني ما تحقق من نبوات في مجيء المسيح الأول تحقق حرفيا ودي يعني تشوف لو عندك نبوة قيلت في العهد الأديم وإمكانية تحقيقها بالصدفة في شخص دايما يقول لك مثلا حط واحد وقدامها مثلا 22-0 ما تعرفش 22-0 هاي بقى تقدر تقول الرقمة احتمال تحقيقها بالصدفة في شخص يبقى كذا طب لو نبواتين احتمال تحقيقها في نفس الشخص حطوا أصفار تانية قد كده إنما متكلم على هنا على عشرات بل مئات النبوات اللي قيلت عن الرب يسوع لا يوجد شخص في كل تاريخ البشر وحتى الآن قيلت عنه نبوات بالألاف السنين وتحققت بطريقة حرفية كما هي في شخص يسوع المسيح وعدين يجي حد يقولك أسل الإيمان المسيحة إيمان فاسد أو العقيدة المسيحية مع عقيدة فاسدة الله الذي أعطى هذه النبوات هو نفسه الله الذي يحقق هذه النبوات بذاته واتحققت حرفيا هنا يقف المسيح شامخا لا مثيل له ولا يشابه أحد من البشر في كمية النبوات التي قيلت عنه وتحققت فيه ما هو دكتور أشرف يعني هو بيقول أنه العهد القديم اللي في النبوات دي أنتو تدخلتوا فيه وغيرتوا فيه ولعبتوا فيه وزورتوا فيه علشان تخدموا القصة تعكوا والعهد الجديد نفسه برضو أنت تدخلت فيه وأخفيت الحقيقي اللي هو بيقول سيأتي بعدي نبي اسمه أحمد مثلا زي ما بيت قال ودي النسخة اللي احنا نعرفها لكن أنت أخفيت النسخة الحقيقية وزورت في كل المادة كلها لبعضها عشان تخدم رسالتك وفكرتك وعقدتك يعني طبعا طبعا ده كله مردود عليه يعني طبعا ممكن نقول واحد ياخد حلقات عن استحالة تحريف الكتاب معدس لكن يعني دايما دايما بنسأل الأخوة المسلمين أوكي قلوا لي إيه اللي تحرف وإمتى تحرف ومين حرفه وهاتلي النسخة الأصلية تمام يعني أنت نهاردة جاي تتهمني تقول لي الدولار اللي في إيدك دون مزور مزور كويس طيب فين الدولار الأصلي عشان تقول لي مزور يبقى لازم عندك الأصلي وتقول لي إيه اللي تغير فيه أنهي جزء تغير فيه قارن دون بدون قول لي أنهي جزء تغير فيه وحاول أن أنت تبقى إنسان منطقي يعني فكرة التحريف عند المسلمين بدأت من منطلق غريب جدا أنه واحد جاي بعد 600 سنة كويس فقال لك إيه قال لك إذا نصل عندي دون اعترض مع النص اللي عندك يبقى أنا اللي جيت بعد 600 سنة صح وإنت اللي كنت شاهد عيان غلط ما ده مش منطق 600 سنة ده فترة كبيرة جدا ده مش منطق ده اسمه سوري استهبال ده استهبال واحد بيستهبال عليك كويس عشان كده بقول أنا دايما نقول للأخ المسلم أنت في مأزك ليه؟ لأنك أنت المفروض تثبت لي أن أنت صح مش أن أنا لا أثبت لك أن أنا صح يعني أنت جاي تدعي دلوقتي علي فالبين على من إيه؟ من الدعم أوكي أنت بتقول لي أنت محرف أوكي هاتلي بقى يا شاب يا حبيبي إيه اللي تحرف وفين ومين وإمتى والزمن والمكان وكل الأشياء اللي أنت عايز تثبت لي بيها أنك تابي محرف وإلا يبقى أنت كذاب يبقى أنت مجرد خدعة عايش فيها فبالتالي هو اللي في مأزك مش أنا اللي في مأزك وده دايما أنا بقول للإخوة المسلمين أنتم في مأزك والنص اللي عندكم في مأزك لأنه إذا جاء بنص مختلف حتى قصص العهد الأديم هم غير فيها طبعا أنت مش يهودي أساسا ولا عصرت مثلا كنت مع موسى ولا كنت مع فرعون ولا كنت مع عائلية ولا كنت مع غيره غيره أنت على أي أساس غيرت وعلى أي أساس حرفت وعلى أي أساس بتقول أن أنت صح يعني فهي ده المنطق المغلوط هو لكي ما يخرج من المأزك يقول لك لو أنا عندي نص بيختلف معاك يبقى أنا صح وأنت الغلط يا سلام بجد يعني فرحتني طب يعني منتناقش بالعقل وبالعلم وبالمنطق العلم بيقول دايما الأقدم أصح ده العلم بيقول كده العلم دايما بيقول الأكثر انتشارا أصح يعني أتذكر بعد قطع التكلم حضرتك أتذكر لما لما حصلت مشكلة تيرانو صنافير تذكر يا أساسي وما زالت أه في بدايتها أول ما طلعت أول ما طلعت المشكلة دي كانوا بيتكلموا وكانوا بيجيبوا ناس متخصصين وباحثين ودرسين وناس في الخرايط فقالوا إيه؟ أكتر حاجة في الآخر بقى لك أقولها قالوا نرجع نشوف أقدم الخرايط اللي موجودة في العالم في الحتة دي في الجزء ده في البقعة دي من الأرض ونشوف تابع مين تابع مين فإذا رجوعهم للأصل أو للأقدم للأقدم هو اللي كان الفايصل بالزاب اللي يحكم في النهاية دي بتعمين بالزاب بغض النظر عن أي تدخلات سياسية الأغراض تانية يعني يعني بصراحة هما في مأزق وأنا بقول دايماً المسلم في مأزق حتى حضرك لما مثلاً بتلاقي كلمة مش عارف توصل لمعناها بتفضل ترجع لأصلها لأصل اللغة جات منين واشتقطتها منين وقبل كده كانت مصدرها إيه لحد ما نجيب أساسها ده صح فطبعاً يعني نبوات الرب يسوع كتير يعني لكن أجل النقطة التانية طبيعة شخص المسيح وده جوهر الإيمان المسيح شكده يعني إيماننا مؤسس مش على عقائد إيماننا مؤسس على شخص ومن هذا الشخص بنية العقيدة المسيحية فلما تيجي مثلاً للرب يسوع كلمة الله الوحيد اللي هو وصف بكلمة الله كلمة الله المتجسل حاجة تانية عن رب يسوع وفي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ما في حلقة مفقودة أنا بحب يعني بحب دايماً أرجع ليها أنا نفسي فرقت معايا لما عرفتها عشان كنت حتى في حواراتي مع أصدقائي بخلط بخلط كنت بقارن ما بين مثلاً معهم هو بيكلم مثلاً عن رسول وأنا بتكلم عن المسيح أنا مفهوم الوحي عندي مختلف أنا الوحي عندي مش 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 كلام أنزل على ناس أنا الوحي عندي في شخص فإيه الفرق ما بين كلامنا عن المسيح هل هو الوحي بتاعنا فعلاً هل هو الكلمة الله زم حضر بتكلم هل هو الرسالة هو نفسه الرسالة ولا هو جه معاه ونزل عليه زي الأديان التانية لا هو طبعاً موضوع الوحي ده موضوع مختلف يعني موضوع كبير برضو يعني مش عايزة أدخل في موضوعات جانبية كتير لأنه ده أنا مقصدش الوحي بتحديد لكن هي الفكرة الفكرة احنا عندنا حكتين مهمين قوي عندنا شخص عندنا شخص متجسد عندنا كلمة متجسد وعندنا كلمة مكتوبة الاتنين دول مهمين قوي الكلمة المكتوبة والشخص المتجسد أنا وإنت معرفناش عن الكلمة المتجسد إلا من خلال الكلمة المكتوبة فاضح الفكرة فالكلمة المكتوبة هنا الكتاب المؤدس خبرني عن الكلمة المتجسد ولأني أؤمن بأن كل الكتاب موحى به من الله فبالتالي اللي قاله عن الكلمة المتجسد هو صار إيماني فده جزء مهم جدا أنه الكتاب مقدس قال لي إيه عن يسوع المسيح وهنا زي من قول أنه أنه الرب يسوع المسيح لما الأنجيلة كتبت وطبعا دايما كان السؤال من هو هذا مين ده مين ده اللي بيمشى على الماء مين ده اللي بيؤمر البحر والريح مين ده اللي بيقول للمية أخرج مين ده اللي بيقول أنا هو القيامة والحياة مين ده اللي بيشفي ويخرج الشياطين الشياطين ده كان السؤال من أنت أنت أم ننتظر آخر يعني والرب يسوع عليه تلاميذ يعني الناس بتقول عني إيه وإنتم بتقول عني إيه يعني فالفكرة الحقيقة اللي تقالت في الأناجيل تقالت عن الرب يسوع أو أنه الإعلان دول شهود العيان اللي سجلوا لنا من هو يسوع المسيح وش كده يقول يحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كلمة الله المتجسد الإنسان الكامل والإله الكامل الله الظاهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا يعني وده دي طبيعة المسيح اللي بيختلف عنها عن أي إنسان آخر كل ما مولود من امرأة ومن رجل مولود تحت الخطيئة أما المسيح كلمة الله وده سر إنه المسيح بلا خطيئة إنه كلمة الله المتجسد من رأى المسيح رأى الله من تلامس مع المسيح تلامس مع الله من سمع المسيح سمع الله وده اللي بيجعل المسيح يسمو عن أي شخص آخر لما تيجي بقى لصفاته الجزء الثالث صفات المسيح أزلي في البدء كان الكلمة كان إمتى قبل التجسد لو موجود إمتى عند الله منذ إيه منذ الأزل ولما يقول هنا في البدء كان الكلمة أصدو إن يقول قبل أن يكون البدء كان الكلمة موجودا التجسد هو دخول المسيح إلى العالم لكن هل المسيح وجوده سابق لتجسده؟ أزلي أشكده هو قال فكر الآية اللي قالها لليهود وتنرفزه قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي براءة وفرحة في يحنى 8 قالوا له أنت ما عندكش خمسين سنة لسة وتقول أبونا إبراهيم والفرق ما بين المسيح وإبراهيم حوالي ألفين سنة فقال لهم أن أبوكم إبراهيم أنا كائن آه قال لهم بالضبط أنه قبل أن يكون إبراهيم أنا أيه؟ كائن كائن مش أنا كنت كمان أنا كائن أنا كائن فهو أزلي في صفاته أزلي أما ما فيهم مش من كلامه أنه هو يقصد أنه هو بيشير إلى ألوهيته آه أنه هو الله الظاهر في الجسد بالضبط فهو موجود من قبل إبراهيم لأنه هو خالق إبراهيم بالضبط ما هذه الحقيقة أبدي يعني من يقدر أقول وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر إلا إذا كان هو فعلا أبدي إلا إذا كان فعلا هو موجود النهاردة وموجود بكرة وموجود إلى الأبد كويس؟ الحاجة الثانية قدوس بلا خطيئة وده يعني من منكم يبكتني على خطيئة؟ من منكم يبكتني على خطيئة؟ أنا مش عارف الناس ليه بتتبع إنسان أخطأ وتترك من لم يخطئ يعني يقول لك صاحب السعيد إيه؟ يسعد طب صاحب القدوس تتقدس تتطهر يقولوها في الكورة التعليق التعليق الحضر بتقوله ده بيقولوه في مطشط الكورة آه يعني فالفكرة الفكرة إيه؟ إنه 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 أخطر مين؟ يعني حتى مثلا لو أنا لو أنا أخطر ما بين المسيح ودود أخطر مين؟ مسيح أخطر ما بين المسيح وموسى أخطر مين؟ أكيد أخطر بين المسيح وبوترس أخطر مين؟ طب يعني فالقدوس اللي بلا خطيئة كله العلم والمعرفة حتى في بشارة الملاك العدر مريم والقدوس المولود منك ما اللهاش الإنسان المولود منك أو الطفل المولود ده الله القدوس مين يدعى له هذا اللقب أو هذا الاسم إلا الله بالضبط يعني القدوس المولود منك يدعى ابن الله كلية القدرة مين يقدر أنه يهد البحر ويمشى على المياه وينتهى للريح ويخرج الموتى وسلطانه على المرض وسلطانه على الأرواح الشريرة إلا إذا كان كلية القدرة يعني هنجي على المعجزات يعني محب أنه كان يتحنن على الناس والجموع يسوع لم يحمل سيفا ولم يحارب ولم يسيء إلى إنسان بل من لطمك على خدك حول له الآخر يسوع المحب ما كانش قطع طرق ما كانش بيغزو على قوافل الناس ما كانش بينهب وبيسلب وبيسرق وبيقتل طويس ما كانش بيرد إنسان يعني يعني زي ما واحد من الشيوخ في مرة قال ما عرفش كان كان يمكن شوية كان سكران وكان بيقارن فقال قال عبس وتولى وإن جاءه الأعمى يعني واحد بيعبس وجهه ويولي وجهه لو جاءه الأعمى واحد يضع يده على الأعمى ويشفيه طب تختار مين يعني يعني تختار مين تختار اللي شاف الأعمى فالداي ويوجه وجهه النحى التانية عنه ولا اللي شاف الأعمى ويضع وضع يده وشفاه تختار مين يعني يعني محب وأختار واحد بعت جندي علشان يقتل شاعرة كتبت عنه كلام فيه نقط ولا أختار واحد لما الجندي التلميذ بتاعه طلع صيفه من غمده وقطع ودن ملحس راح قال له ضع صيفك في غمده ورجع ودن تاني بزرق شتان الفارق ما بين النموذجين الهدف اللي أنا عايزة أو أصله أو الإجابة بتاعتي للشيخ سالم أن أنت لم تعرف المسيح بس أنت معرفتش المسيح لا هو عرفه بس عرفه بعيد عن الإنجليز بعيد عن الإنجليز آه معرفته معرفة معرفة غير حققية لم يعرف المسيح وعش كده إحنا النهاردة مش بنتكلم عنه وعن سالم ما بنتكلم عن المسيح الذي لم يعرفه المسيح الذي يسمو عن أي شخص آخر المسيح الذي ينفرد في كل حياته وفي كل أعماله عن أي إنسان آخر ده المسيح اللي احنا عرفناه المسيح الصالح دي كلها الصفات الرحيم بس لما نيجي بقى لصفاته شوف أزلي كليه الوجود كليه العلم المسيح يعني أين أين مؤسسي فلسفات وديانات العالم أين ماركس مات كويس أين رسول الإسلام مات أين موسى مات بوزة بوزة مات أين المسيح وده نتكلم عن تفرد المسيح في قيامته وصعوده المسيح موجود حي يعني فلا يتغير كله القدرة كل دي صفات في شخص رب يسوع أما نيجي بقى للطريقة التي دخل بها يسوع إلى العالم ودي طريقة طبعا الميلاد العزراوي والتجسد حاجة جوهر في الإيمان المسيحي أما نتكلم عن عن كده التجسد هو أن الابن الأزلي اللي هو من طبيعة الله كلمة الله اتخذ طبيعة إضافية إلى طبيعته وهي الطبيعة البشرية من خلال ميلاده من مريم العزراء ونتيجة لهذا صار يسوع طبيعتين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية قبل ما نكمل في النقطة دي معانا مدخلة من لوريس من أمريكا أهلا وسهلا بيك تفضل أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك تفضل أهلا وسهلا إزايك أخ بوليس إزايك أنت نشكر رب إزاي أخبارك نشكر رب مشتقلك تير ربنا يخليك أخ بوليس الرب يبركت عايزيني نشوفك عايزيني نشوفك شي خدبة عنها حاضر يا أخ بوليس حاضر بيزني يسوع ربنا يراتب أه بدي أقول شي أنا اتفضل إخواننا المسلمين إذا ما بيآمنوا المسيح إنه هو الله بيكفر إنه بيقول حيث ما اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمي أنا أكون في الوسط صح هذه تكفي وهو من يطاهم بإنجيل يوحنا قال أنا أنا والآب واحد من رأاني فقدرها الآب شي ثلاثين مرة أنا الرعي الصالح كم مرة قال أنا هو شو معنات أنا هو بس اللي بده يآمن بيآمن بأمين واللي ما أبدله صح بس العجائب اللي أعملها بيكفر صح ربنا يبركك يا أخي بوليس والرب يبركك ويبرك حياتك شكرا لك على شكرا لك يا أخي بوليس ومسوطة أسمع صوتك نكمل كلامنا في معنى التجسد ليس معنى التجسد إن الله تحول إلى إنسان ده مفهوم غلط الله ما تحولش إلى إنسان كويس لكن معنى التجسد زي ما قلت إنه التجسد وليس كمان التجسد إن إنسان صار إله يعني يسوع مش إنسان وبعدين يعشان كويس فبقى إله ده احنا لا نؤمن بكده لكن كلمة الله اللوجس عقل الله حل في المسيح يسوع في أحشاء العذراء وليس بعد ولادته في أحشاء العذراء حل الله الكلمة واتحت ببذرة الحياة اتحاد تام وكامل ففيه يحل كل ملء اللهوت جسديا ده التجسد أشكده يقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا الذي إسكان في سورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلاً له لكنه أخلى نفسه أخذن سورة عبد صائراً في شبه الناس فلما يجي الجزء ده وكمان فيه تيموسا وسألنا وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ده التجسد الإله المسيح ما هو ده ده التجسد والدنس الإنساني ده ييجي في سورة الجسد ويدخل في الجسد ويعيش وسط إزاي؟ مش جاية برضه عشان كده احنا يعني ما نزعلش لما نسمع أنتو طبعاً طبعاً ده بالنسبة لهذا الإنسان أو غيره ده كفر يعني أول حاجة لما جره بيسوع ما قالش أنا الله اللي ظهر في الجسد ويلا تعالوا ومش عايفيه هو عايش بينا عايش بين الناس والناس شافوه وتلامسوا معاه بيس وقارنوا ما بينه وقارنوا ما بينه وما بين الناس طب أخذ المكلمة ناخذ المكلمة طيب ناخذ المكلمة مكلمة من المغرب عليه السلام عليكم أهلاً وسهلاً أهلاً بيك معاك زحية من الحق من المغرب أهلاً بيك أنا أبواً أيوة أنا عندي كده أسئلة في كتار المقدس أنا عنوان الحق التي تتكلموا عنه ولكن أنا عندي مشكلة عن الإله يعني في المسيحية يعنيني أبغى أعرف إيش من الإله اللي بتعبده طب أبغى أعرف أنت بتألم أنه المسيح الإبن يغسر والله الأب يغسر بس أنت تتكلموا لواحد يعني كيف المسيح يغسر يقول تعبته أغسر لهم وكيف يطلب إله من إله آخر أن يغسر لنا كمسيح 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 أشكرك حاضر مجزأ الله هو كلمة وروح مجاز هو كامل واحد يعني لما بتأعمل إشنا بالمسيح يقول يعني المسيح يغسر لنا طيب فيه الإله نفسه من دي إحنا فهمت فهمت شنو قصب يعني باش نقول طيب بس هذا المسؤالين اللي عندي لو سمحت طيب حاضر بكل تأكيد بكل تأكيد بنشكر مدخلتك كتير شكرا هي بتسأل أولا الموضوع كله موضوع مرتبط بالثلوس الموضوع كله مرتبط بالثلوس وبتسأل طيب لما المسيح كان هنا ويا أبا تا اغفر لهم طيب إزاي هو الله اللي بيطلب من الآب إنه يغفر لهم هي بتقول بالتحديد بتقول إزاي إله يكلم إله أولا إحنا ما عندناش إله وإله وإيس إحنا عندنا إله واحد ده الكتاب الموادس بيقوله هنا إله واحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد رب واحد فالله في المسيحية ليس إله مكون من أجزاء الكلمة والذات والروح ودول أجزاء كويس فهو مكون منهم وليس الله في المسيحية متعدد الشخصيات يعني يعني ثلاث أشخاص وكل شخص منفصل عن التاني الله في المسيحية إله واحد الرب يسوع قال لنا كده إنه إنه الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا فأول حقيقة يا أختي إنه الله فعلا الله اللي بنعبده إله واحد لكن الإله الواحد الوحدانية اللي فيه ليست الوحدانية البسيطة اللي بيقدمها الإسلام أو القرآن لكن هي وحدانية جامعة بمعنى إيه الله عنده ذات وعنده كلمة وعنده روح التلاتة جوهر واحد لأن الله روح تلاتة جوهر واحد لكن التلاتة أيضا الذات والكلمة والروح هم جامعة وحدانية جامعة كويس ففي خطة الفداء والخلاص الكلمة كلمة الله هو الذي أتى إلينا الكلمة صار جسدا فيه اختلاف أدوار وظايف وأدوار قاموا بيها الجوهر واحد لكن اختلاف أدوار فالكلمة الله أتى إلينا وصار جسدا هل الكلمة ما أتى إلينا وانفصل يبقى طبيعته مختلفة عن ذات الله لا نفس نفس الذات نفس بس زي ما أنا شرحتها قبل كده يمكن أشرحها تاني فضل الكباية دي أي نعم هي كباية فوم لكنه الكباية دي كباية فضية أفترض أنها فضية بس هي فرقا مش فضية كباية دي جواها إيه هوى طيب الهوى اللي دخل جواه كباية هو نفس الطبيعة الهوى اللي برا ولا نفس مكوناته نفس الأجزاء نفس الطبيعة نسميها نفس الأسنس الجوهر كويس لكن اللي يختلف يختلف أنه خد شكل إيه دائري كباية كباية خد شكل كباية المسيح كلمة الله عندما أتى إلينا خد طبيعة إيه شكل إيه إنسان إنسان لكنه فيه يحل كل ملء إيه إلا هوت إلا الله روح وعش كده المسيح كان إنسان كامل وكان إيه إله كامل وهو على الأرض ارتضى أن يأخذ دور الخادم العبد الذي يموت من أجل الإنسان الأخت بحيثت عن الحق كانت بتتكلم في نقطة الحديث اللي كان بيدور ما بين الإبن والآب أو الكلمة والآب اللي هم شخص الله الوحيد والحديث ده على فكرة أزلي بمعنى إيه لو قلنا أن الله محبة مش قلنا أن بنقول مثلا أنه صفة من صفات الله محبة صح؟ طيب صفات الله قبل ما يخل الإنسان كانت صفات عطلة ولا صفات فعالة يعني هو الله محبة طول الزمان ما احنا قلنا طيب بيحب مين قبل ما يخلق الإنسان والكون بيحب مين ذاته إزاي ذاته يعني الآب الإبن في الروح القدس دائرة الحب بالزب ما بينهم شغالة فبالتالي فبالتالي لما نتكلم عن أنه الله وحدانية جامعة فهي يسبقى الآب الآب مش حكاية أنه الأب بمعنى المصدر لا الإبن معناها أنه من ذات جوهر الله من مساوي لله كويس فالله ذات الله وكلمة الله وروح الله كلهم متساوين كلهم متساوين لكن مختلفين في الأدوار بالزبط وفيه عملنا حلقتين ثلاثة عن الثلوس أنا مش فاكر أركبهم لكن لو هي دخلت على عبر كتاب وشافت فيه كم حلقة عمل لهم عن هي النقطة دي بالتحديد نتجاوب عليها كتير قبل كده عن الثلوس يبقى كويس طيب ناخد مكلمة قبل ما نرد على السؤال التاني باحث عن الحق نهارده يوم الباحثين عن الحق كويس حلو هلو هلو أهلاً وسهلاً بيك أهلاً سلام دكتور أشرف سلام سهلاً بيك أهلاً بيك تفضل أنا عندي بس معلومة والسؤال لحضرتك أنا دلوقتي بنتكلم على الشيخ حبد الجليل أنا عايز أقول بس حاجة رأيي شخص هو الرجل ده أمين جداً مع نفسه على دينه هو بيقول الحق اللي هو شايف وعمل زي الناس التانية بعدها الضقية والكلام ده كله لكن الحاجة المهمة اللي عايز أقولها إحنا عندنا في القنوات برضو يعني لازم برضو نقول لنا واللي علينا عندنا في القنوات بتاعتنا طول النهار بنتكلم عن إسلام بنقول إن إسلام ده برضو مش كويس وكذا 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 والناس لما بتطلع تتكلم علينا كلمة بنتضايق منها ونقول إزاي ما بجوله كده فطبعاً يعني لو احنا هنقول إن إحنا أكد الناس يزعلن لنا جداً يعني وحقهم يقولوا أكدر من كده لازم نكون فير مع نفسنا ونقول لا يعني نابل الأخرى في نابلونا ده صح أنت عايز تقول يعني إنه هنا وهنا وفي كده إحنا زعلين من وليم إحنا بنقول في قناة الحياة عن الإسلام أكدر من كده طبعاً أنا بشكرك شكراً أيها الباحة عن الحق لكن هناك اختلاف كبير جداً لما إحنا في قناة الحياة إحنا مش بننتقد إحنا بنقدم دراسات من مصادر الإسلامية مش بنجرح مش بنجرح إحنا بنحب بنحب إخواتنا المسلمين وعمرنا وعمرنا ما فيش حاجة في الكتاب المؤدس اسمها كافة يعني الكتاب المؤدس حتى لما كلمنا عن المختلفين عننا قال إنه فيه مؤمن وفيه غير مؤمن فيه واحد إبر المسيح وفيه واحد مقبلش المسيح والكتاب المؤدس أوصاني إنه أحب حتى أعدائي أحب أعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم فإنما ليه بنزعل من الكلمة دي سواء خلص الجزء لا مش نزعل بجد إنما الجزء اللي يمكن يختلف أختلف فيه عن شيخ سالم أو الآخرين إنه لما هو بيوصفني بالكفر كويس الكفر عنده بيساوي أكتر من حاجة أو الحاجة الكفر عنده بيساوي إباحة الدماء يعني بمعنى أنك أنت كافر فأنت تستحق إيه الكافر يقتل الكافر يقتل فبالتالي أصلي فيه حد تاني تلعي يقول لا أنا مش معنى أني بقول أني أنت كافر لا إحنا شرقاء وإصحاب وحبايب ونعيش ما فيه ناس تشتخذها بالمعنى ده بالضبط الكفر بمعنى إنه إن إنسان إن الخطوة اللي بعدها بالضبط أنا هو أي حد يختلف معاه بيبقى كافر طبعا أنا أي حد بيختلف معي بيبقى أخي في الإنسانية وبحبه وده اللي علمهني المسيح ده اللي علمهولنا المسيح إن احنا نحب المختلفين ونقبلهم ونصلي لأجلهم ونقدم لهم الحق الحاجة التانية كلمة كافر في الإسلام أيضا تعني إن أنا إنسان من الدرجة التانية ما يعملنيش معاملة كإنسان متساوي معاه متساوي معاه فبمين أننا كافر فكلمة الكفر في الإسلام بتعني لها أبليكيشنز أو لها تطبيقات تبعيات خطيرة جدا بزرق إنه بما إننا إنسان كافر فأنا منزوع كل الحقوق الإنسانية كويس عش كده الإنسان الغير مسلم في المجتمعات الإسلامية لا يعامل معاملة الإنسان المسلم كويس لأنه في نظرهم كافر كافر أنا في كل المجتمعات الغربية المبنية أساسا على كلمة ربنا كدستور من زمان إنه إحنا إخوة في الإنسانية حتى لو أنت مختلف معايا في الدين أنا إنت جاري وأنا صديقي وإنت حبيبي وإحنا متساويين أمام القانون لكن أنا لا أكفر أحد ولا أقول إنه فلان كافر والمسيحية لا تكفر أحد ولا في حتى في تقدمنا في برامجنا في قناة الحياة نحن نحب الكل ونحترم الكل ونقدر الكل ونقدم الحق الذي نؤمن به ومقدم إيماني وبقول أنا مختلف معك في إيه بس بالزبط يعني ومن مصادرك أنت أنا بنتقدك أنا ما عنديش مشكلة لما في الغرب النهاردة يا ما في لهوتين أو في نقاض لكتاب المعدس بينقضوا كتاب المعدس بينقضوا تاريخية المسيح بينقضوا شخصية المسيح بينقضوا أعمال المسيح بيهجموا حتى المسيحية لعمرنا ما شفنا واحد في الغرب خد سكينة وراحة قتل بيها واحد بينقض المسيحية ولا إنسان فجر نفسه في مكان بينقض المسيحية حتى الملحدين ما شفناش واحد ملحد راح فجر نفسه في أي حد ديني في كنيسة أو في جامعة بزبط وده المسيح ده اللي علمنا ده المسيح اللي علمنا إياه المسيح ما نكون به يختلف اختلاف الجزري عن ما نادى به الأخ طيب ناخد مكالمة كمان ألو الأخرومي من الجزائر أهلا بيك ألو قناة الحياة قناة الحياة معك أخرومي أهلا بيك تفضل شكرا شكرا أخي الفاضل تحيي لك احترامي لكم أيها الأخوة الفضلاء وأنا كموسيم بعد أن درفت وطلعت على على وطلعت على شخصية يسوع عليه السلام أولا المسيح حقيقة هي شخصية سريدة في التاريخ من حيث القدسة ومن حيث المحبة والوزاعة الطيبة ولو أن المسيحي الحقيقي ألتزم بتعليمات يسوع عليه السلام أولا الملك لك شخصا مغيرا وكانت أسم سورة للإنسانية هذا ما عارفه عن المسيحية ولكن أريد أن أتسأل هذا سؤال أسأله يغطر ببالي أقول بما أن المسيح هو الإله وهو الذي يعط وأن الله حب الحالم حتى بذلا لسه لك لا يذك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فلماذا يا أخي يسمع بظهور ما تسمونه بهذه الديالة الكالبة ومنذ أكثر من أربعة عشق رقم ومنذ هذه المليارات من البشرية التي لم تعرف يسوع على حقيقته وكيف تذهب إلى بحيرة النار والكبرية هذا رجعي أيها أيها الأخوة الفضاناء أن تجيبني وأن تقنعني بإجابة شافية وكافية شكرا أخرومي بنشكرك على مداخلتك بسؤالك أجاوب أجاوب على سؤال آخر وأنا أشكرك أولا لأن السؤال بتاع حضرتك سؤال مهم جدا الله عندما خلق الإنسان أعطى حرية للإنسان والله عمره ما هي دخل في حرية الإنسان لأنه كما بالحرية بختار الشر أنا أيضا بختار الحب فالله لا يجبرنا على محبته الله دايما يقول لنا فيه خلي بالك فيه طريق خير واختر الحياة لتحيا ففكرة الأديان نبعد بعد سقوط الإنسان يعني بعد أما الإنسان الأول سقط بدأت فكرة الأديان بدأت فكرة إنه 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 الإنسان يستقل عن الله وبدأت هناك توجد ديانات مستقلة وتبعد الإنسان عن الله أكتر حاجة النهاردة إبليس بيصنعها زي ما قال أحدهم إبليس أو الشيطان لو أغرى إنسان مثلا بالزنا ممكن ييجي بعد فترة الإنسان يحس أنه تعب وزه ويندم ويتوب لكن أكتر حاجة ممكن تضل للناس إنه يخترع ديانة أو جزء من الديانة وشكلها كويس ويقولك دي الديانة الحقيقية فأنت تعيش طول أيام عمرك وإنت إيه راضي كأنك إنت مخدوع وده اللي بيعمله إبليس النهار ده عش كده أنا بشجعك أخرومي وإنت شكلك قارئ جيد وباحث بشجعك أنك تعمل بنفسك المقارنة ما بين المسيح وما بين غير المسيح وإن أنت تختار بحسب ما ترى يعني قدامك من مقارنة لأن أنا شايف أن أنت وصلت إلى حقائق عن الرب يسوع جميلة جدا وحق عن الرب يسوع فأنا مشجع جدا أنك تقوم بهذا البحث ناخذ مكلمة وقتنا نعرف كده ما خلصناش حاجة عن المسيح يعني اتفضل بيك أخ دوري من لبنان مساء النور اتفضل أخ دوري مساء النور أهلا سهلا بيك حقيقة مضايخة كتير بسيطة وصغيرة بالنسبة للأخ اللي كان عم بيحكي كرميل الله الابن يكلم الآب السماوي اه زي كان هو نفسه الآب حقيقة في مفهوم غلط لهذا الكلام نحن كمسيشيين نؤمن بأن الله الاب الله الابن الله الرش القدس نحن معنا تعدد آله أبدا الابن الكلمة يكلم مع الاب بسكة ابن على الأرض لا أكتر ولا أقل يعني أنا فيش كثير الأحباء المسلمين يقولوا أنه إذا كده الله لماذا يشكي وصلوا بيشكي معهم بديعتي منخص بطير الإسلامي قصة الإسفاء والمعراج بعد ما وصل إلى صدر المد قالوا لجبري أن تصبر جبري إذا أنا دخلت اخترق أما أنت أتدخل اخترق جاء محمد يدخل وقال له توقف أن الله يصل أنا بسأل أحب المسلمين إذا كان المسيح يكلم القابل السماوية يتحد يتحد بني قال الله يكلم مين ويفضل وإن الحقيقة توضح لأنه ليس كل يمس عمس الكلام الله يتحد نؤمن أن الله القابل يتحد ونروح في القرص بسرعة إيسو معي ولكن الهي نشكرك خدوري من لبنان بنشكرك كتير وقتنا تقريبا بينتهي حابب تكمل نقطة أخذ نقطة بس قداسة المسيح النقطة دي مهمة جدا الوحيدة الذي لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه غش المسيح في كل حياته اللي عاش لم يفعل خطيئة مسيح عمره ما طلب من الآب اخفر لي خطيئة عمره ما صلت صلتي علمنا ان احنا كده قال انه متى صليت فصلي يعني وانه ابانا لازي في سماوات لتقدس اسمك واخفر لنا زينبانا لكنه هو في حياته عمره ما طلب انه تخفر خطيئة لانه لم يفعل خطيئة الوحيد ايضا اللي تحدى الجموع مين انا ولا اي انسان مهما كان يقدر انه يتحدى الناس اللي عايشين معاهم ويقول لهم من منكم يبكتني على خطيئة خطيئة واحدة ما فيش حد يقدر يبكتني على خطيئة شهد له الاعداء قبل الاصدقاء حتى قائد المئة انه انه قدوس انه كل الاعداء شهدوا على قداسة المسيح انه لم يفعل خطيئة حتى بيلاتوس وهو وهو بيحكمه قال لم اجد فيه علة يعني حتى امرأة بيلاتوس بعدت له قالت له اياك وذلك البار ده بار مفوش خطيئة فاذا كان حياة المسيح بهذا الشكل فهل المسيح القدوس البار ينتج عنه عقيدة فاسدة وينتج عنه ايمان فاسد ده 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 السؤال اللي انا مسأله هنكمله الحلقة الجاي حاط احنا ما خلصناش توعدنا هنكمل الحلقة الجاي الكلام عن المسيح اروع وهو ده الهدف بنشكر كل مدخلاتكم بنشكركم على متابعتكم ليس بغيره الخلاص ليس بأحد غيره الخلاص بنشكركم ومننتظركم في حلقة اللي جاية هنكمل فيها كلامنا عن المسيح لكم مني كل الشكر رب معكم امان اشتركوا في القناة